والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ولكن والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه سأظل أدك معاقل الباطل وأهدم حصون أهل البدع والدلال والله الذي لا إله غيره أي محل في وصوفية بيضلل الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبينشر لهم البدع والشرك وعبادة الشيوخ والقبور نحن وراهم 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 ننظف الشغل له الكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام أي محل نحن والله نبغط أهل البدع أشد البغض على وطرة وحيث ما وجدنا مبتدع يلعب بيدين الناس وتوفرت الشروط الشرعية لمناظرته وكسر أمام الناس فلا بد أن يكسر أمام الناس وربنا قال وإن جندنا لهم الغالبون والله بفضل الله نحسب إنه صلتنا عليكم والله ننجمكم نجام إن شاء الله عمركم ما شفتم لكن تكذب على العوام وعلى النسوان في البيوت تقول لهم غير الله بغلك ويجوز السجود لغير الله ويجوز صدعه غير الله ونخليك والله العظيم ما نخليك دارين الناس توحيد ربنا الناس تعرف التوحيد تعرف حق الله على العبيد ما تمشي نيقبة ما تعبد ولي ما تعبد شيخ ما تحلب بيسيدك ما تحلب بيغير الله عرفتك الله بي ما تتوكل على غيره ده الدائرين وما دارين منكم أي حاجة المنبر ده تعطوحيد توحيد وردل ردل للشرك والمشركين جلد نظيف عرفتك الأمي ولا ما عرفتك وأي مخلوق على واتش الأرض أو تحت الأرض أو فوق الأرض من عباد القبور وعباد الأوني والشريخ نحن جاهزين لمناظرته هو والعي نزاف ما تقدر ولا البرة يصرف فيني ولا الكباشي ولا المكاشفي ولا الصابولابي ولا يتم تصرف فيني انتك الأمي ولا ما فينتم أبدا أبدا بعدين هنا بس توحيد توحيد وضدك لحد ما قالوا قيمة جوم وضد الصور ابن تيمية قال كتب الله في اللوحة المحفوظ ما قال أنا شفت اللوحة المحفوظ جيب الكتاب جيب الكتاب جيبه جيب الكتاب جيبه جيب الكتاب جيب الكتاب جيبه يا زل جيب الكتاب قال ابن تيمية قلت لا تكثروا علي كتب الله في اللوحة المحفوظة سيوزم الجمع ويولون الدهور ومجاري كله شفت كيف والله موحد واحد في الحلة دي يكون ساكن قاعدين دي يفرتك تيانية ديل طوبة اهل البدع اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يكيد الابود تكون قوي شرس في محاربة هؤلاء اوه على التخاف اوه على التخاف ولكن الله يعمل مشاكل يعمل مشاكل يطير كله واذا اضطررت الى الجدال ولم تجد لك مهربا وتلاقة الصفان فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابدو في الميدان واثبط بصبرك تحت الوية الهدى فالصبر اوثق عدة الانسان في الكتاب الطويل الرفع عامد بابيكر ده ده ما كتاب اصله ده الاخدر ده اتحدى ويديني له الكلام ده عنده باقي الكلام مش ما كتاب اصلي الكلام ايواناش انا وريكم معنا ما درس لكتابك اقرأ وارجعوا لو ما درس لهم معناته اثبتت للمسلمين دا انك كذب صفحة مية وتسعة ه atualكتابة الاخضر ده ديبوه الكتابة الاخضر ده ديبوه فيه شرك اصغر زي الحليبة بغير الله وحات ابوي وحات امي وحات الكسرة وحات الملح وحات��운 الاديدير وحات النعمة وحات الريدة وحات المحبة وحات النبي وحات الرسول وحاس يدي حسن وتحسون وحاتوا وحاتوا حد شرك اصغر. ربنا قال يخافون ربهم من فوقهم. ويفعلون ما يمرون. الفاتحة البدع اللي بتعويله بعض الصلاة اللي بترفع عندكم فوق ولا تنظر يا أيها الناس ضرب مثل ده القرآن فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخدوا من دباباً شيخ مزمل ولو اتمعوا له يخلق بشر من سعود شيخ مزمل شيخ مزمل الفقيري وعملت مؤتمر يا شيخ مزمل والروس يا شيخ مزمل شيخ مزمل وقفني من السودان إذا انت كذاب في كلامك إنك بتتصرف الفور إنت براك جيد أنا ما أقول لك تعال براك جيد استحمل يا زول استحمل أقود أبرد أقود يا زول أقود تنهر في الناس يشوفها أقود جيد كلكم بيعزن خوجة اللي بيع كلكم تحمل لكن تكذب على العوام وعلى النسوان في البيوت تقول لهم غير الله بيغلك ويجوز السجود لغير الله ويجوز صدعه غير الله ونخليك فالله العظيم ما نخليك أنا الجليس على العرش المحيطي كما أحط بالغيب تفصيلاً وإجمالك ده كتب المرغلي كفر وإلحاج ما بلغ بهذا الكفر وهذا الإلحاج في الناس بيعبوده دا في الناس بيعبوده دا أم يفتح بلاك الله يفتح راسك أفتح بلاك لأنه دا الحق ودى المنهى يا جمع ودى الدين علماء وضحنا للناس وعرضنا ودمنا وروحنا بقفدة لهذه الدعوة حتى يسلم الناس الدعوة مبترة قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين والحمد لله نحن صح ما عندنا قنوات لكن الشغل دا مش ربنا سامعه مش ربنا سامعه إن شاء الله ربنا بيودي الأفاق أكثر من قناة تجديزات لا أفاضي إلا النيل الأزرق ولا أبيض ولا أحمر ولا هم درمان ولا بحر ولا هم بده دا الشغل دا ربنا بيرفعه ودي جوعين محمد المنتصر وجوعين حسن خوجلي وجوعين بتحولها للبريق البضيع دين الإسلام يا أولاد الشيخ الكباشي بتحولها للبريق قال من كرامة أبونا الكباشي أنه إذا غال شي كون فيقوم لا في التلفزيون يا جماعة بيحضروا ملايين البشر إنت قال النازل بيكوركو ليه والدالبورعي والخنجر وفي الفيسبوك وهؤلاء تكفيرين وهؤلاء يا حكم يا الحقيين وكذا ليه لأنه نشغل يمشى التمع ودي أقوى دعوة لأنه ذي دعوة الله مش نحنا ننضعاء وفقراء والحمد لله نحن ما قاعد نتاجر بالدين بفضل الله وليس فخرا أو رياءا أو نفاقا بدليل إنه ما عندنا حزن ولا عندنا جماعة ولا عندنا طريقة ولا عندنا صندوق بتاع انتخابات بتاع اقتراع بندعوك له أبدا نحن عندنا كتاب سنة بفهم السلف موضوع انتهى موضوع انتهى ما تبعي إليه جماعة ما تبعي إليه طائد قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله موضوع البرع مافي المكاشف مافي صايمديما مافي الصابونابي مافي الصعلوك الاسم اللمين بتاع ام درمان داك اللي بقول انا حواري تيكسي ومحايتي ببسي ومخراتي جالكسي لا تستفيها المجرم الأفاك الأتم مافي ما يعلم الغيب إلا الله أي زولي جب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام زيها نفسها ما فيها تمييع ولا تعريف ولا تغيير لا بد يحصل لوعداء وقد يطردوك من بلدك كله تكون نشيط في الدعوة فأي مكان تبلغ أي مكان جامعة محل بتاع تماطب محل بتاع مراكب جامعة ووظيفة شغال في محل كهرباء في هيئة مياه الخرطوم في غيره في شركة هندسية في كلية طب في مستشفى شغال غفير بتاع كذا مدير بتاع كذا غيره الدعوة دي هي الدعوة وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أينما كنت تشتغل دعوة لكن النازل هم البضيح الدعوة تجدر ترد على صوفي يقول غير الله بخرج يقول غير الله بنزل المطر يقول الله عنده شركة تجدر ترد تلقى لابو ديجن واقف بينك وبينهم طير يا أخي طير ما تقف بينه بين النازل لشان ما تضطرانا إنه نكشفك ما تضطرانا إنه نكشفك بوسائق ونكشف دعوتك الباطلة الحزبية المريضة البدعية بوسائق يا أكتر وسيغة من إنك خطيت يدك في يد الصوفية تانده الرؤوسات والله الذي لا إلى غيره ما بنقول الكلام ده إلا دفاعا عن الإسلام لأنه نازل عندهم باطل الناس ما عارف إنه بغشك بالعزية والجماعة الأسرية والعشموية وكده لكن في مواضيع في أصل الدين ذاته بتاعه أنا بسمعك له إن دار تبقى صوفي تقول له يا شيخي ما بقل فيه وشيخي ده لا تخالفه أبدا تقول لي ما وفي كربك عنده وبدغيسك جنده بطريقتك إذا دار تبقى سلفي تقبل الحق ولو على أبيك أبقى سلفي تفاهم الحاصل؟ هذا الناس مجاهر ما يا شيخ الناس اللي بيأصلوا الأشياء دي والدكاترة دي تحديدا والله مبتدعة والله يا أخوة مسلمين شاءوا أم أبو أخوة مسلمين النازل ارتكى ألمي؟ والمنعجل بيأصلوا للمجتمع ولشبب الدعوة والله ما هو إلا منعج سيتقطب نحن ما دار نكبر كوم نا نحن دارين نلتزم الحق والصراط المساقين على خلاف ما يرى الإخوان المسلمون يقول لك ردوا على عن الصفة الصفة رد عليهم ردوا على فلان الهواري هواري ماني ردوا على عبد الرحمن عامد إذا نتفرتقوا معناته يشتتوا يعني شنون تفرتقوا؟ إذا كنا ملتزمين بالحق قال شيخ الإسلام ابن تيمية لئن نفترق على الحق خير من أن نتمع على الباطل وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِثُونَ يعزم الصايم ديمة غدا في المركز العام تباً لهم وتباً لناس المركز العام وللأكل الأكل والصايم ديمة ذاك خلنا نرد عليهم يا أخي ما تأكل مزاجنا يوماتا مشانا الحصيصة بلغوا فينا الجهات المسؤولة ديال الحزبين ديال ذاته له المحاضرة مشانا ابو زمت أشان نرد على الرافض الخبيث عيسى المدني اللي بيسب السيدة عائشة اللي بيقول بتعريف القرآن وغاره الحزبين ديال مجوا بلغوا فينا له المحاضرة معين المحاضرة كانت على الشيعة والرافضة شاكد أهد وليصدع بالسنة وبالتوحيد يقول لك إما مدخل وإما جاني وإما وهابي كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبة ويقول له كنت أسلوبكم كعب انت أكعب ناس بأدعاة الفتنة يا أخوة مسلمين والله بفضل الله نحسب إنه صلتنا عليكم والله ننجمكم نجام إن شاء الله عمركم ما شوف إسماعيل عثمان جاء أول كلمة قال قال الصوفية أخواننا وما عندنا معاهم مشكلة محمد المن إسماعيل سأله قال قالوا لا اضربوكم في المولد ديال الصوفية قال لا ديال الشيعة النازل يا جماعة النازل بيغشوا منهم هذا الناس محتالين رضي من رضي وأبا من أبا ديال محتالين والله الذي لا إله غير النازل الآن وكفير مع دعاة الشرك ضيعوا الدعوة بعد ما كانوا زمان دعاة التوحيد صحي صحي الليل أباعوا الدعوة ويبيع المصحب كله ديال الجماعة ديال دي دعوة قوية جدا نحن ذاتنا لو لك لكنا بنتفش دعوة قوية بفضل الله ومن المنبر دا بنتحداهم شتى الناس الزعلانين والجرائد اللي بتكتب وقعد تقول نحن تكفيرين وده الناس منافغين وكذابين ومجرمين ودجالين عارفين انه نحن القعدين نحارب لهم التكفيرين دي معلومة عارفينها كويس وعارفين لما الداعش كانت منتشرة ومشهورة والشباب يمشوا من وين ومن جامعة وين يسافروا من هنا دا يمشوا الى داعش في ليبيا وسوريا وين وين كل الاحزاب خايفة تتكلم عن داعش حتى واحد من دكاتر انصار السنة الكبار سألوه عن داعش في كسلة قالوا له السؤال في المحاضرة قال الموضوع دخلوا يجمع عليكم الله ونستطيع ان نناظر ونحاور كلنا حق يعترض على حقائقنا وأدلتنا هذه وهذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكثر داعش تكفيريون سيد قطب شيخ الناس داعش لأنه التكفير والضلال والانحراف شاءلوا من كتب سيد قطب ككتاب معالم في الطريق وكتاب في ظلال القرآن وكتاب محمد قطب جاهلية القرن العشرين وكتاب لماذا أعدموني وغيرها من الكتب الضالة المبتدعة المنحرفة عن صراط الله المستقيم وعن طريق الله القويم شوف شوف أي مسلمات في السورة أي مسلمات في السورات دي أي طفل زبح أي مرض تصبت أي دم صفي أي بيت أو عمارة أو مكان تجاري أو أموال زابت والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه مسؤولين من نشوق الفتنة دي العودة ناصر العمر والعريفي والقرني ومين مين والولدات وعبد الحي والقرضاوي هم ديلا السبب وغيره فورو فورو نبيل العوضي إن هذه الثورات يعمل لهم لحرفة تكدة إن هذه الثورات ثورات مباركة اغضر اغضر فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين اغضر ونت خايف على خمسة ستة يموتون فليموت فليموت لا إنت ما طلعت والله أنا كبرت عندي زكري عافيناك يا ديبتور فلا ولد الده ما طلع ليه رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإنت الزكاة بالرجالة أدعو للتوحيد يا أخ في المشركين هنا كفار في ناس بقولوا الله ثلاثة وألا أربعة طب الليه مالي ومالي في ناس هنا مشركين في ناس كفار هنا بس عمينا لي حكام وما حكام وجهاد وما جهاد ويوم ما شفنا واحد فيكم أشجاد خالص يا كذابين يا مجرمين يا محتالين دعنا دور أهل السنة الآن نكشفكم كشف كشف بلا هواء بلا هواء ولو فيكم راجل دار ناظرنا في الكلام ده والله نتحداه ونتحدى العين ذاته كلهم كلهم العودة والقرن يمين العريف وكلهم والله ما تستطيع بإذن الله تناقشوا أصغر أهل السنة في هذا العلم وفي هذه الأمور التي هي من أصول الإسلام وأصول الدين وأصول الإيمان يا جهلة يا فشلة يا جماعة الجهاد ده أول شيء شغلهم ده ما جهاد لكن الجهاد الصحي صحي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكون أول راجل جدام جنب المشركين ويروى ويروى أن الصحابة قالوا كان إذا حمر البأس واشتد الوطيص كنا نحتمي برسول الله من العدو يعني أول راجل ما قدام المشركين منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الجزول ده قاعد في الرياضة بالمنشية وقاعد ومنبر فخم وعربات كيف تساهم في نصرة الخلافة هيا بنا إلى بني غريزة وقاعد يا مولانا دي هاتو خلافة دي يا خليفة أميش انت بعد داك نجوب الحاصر كلهم كتابين كلهم كتابين كلهم كتابين ونحن ربنا صلتنا على هؤلاء الخوارج وغير من دا الدين كده دين دا قوي متين دين دا ما ضعيف أي شيخ في راسك ضلل الشباب وخلاهم يكفروا أبهاتهم وأمهاتهم ومنتظر اللحظة ساعة الصفر المرحلة الأخيرة يقول لهم ضبحوا أبهاتكم وأمهاتكم زي بتاعنا الدواعش البر ديل والجوة ديل جيبه وجيب شيخه وجيب شيخ شيخه ذات هس يناقش لا مؤتمر شعبي لا مؤتمر وطني لا طريقة تجانية لا سمانية لا ركينية لا نه لا غيره لا سرورية لا مكتب علمية لا غيره دي كلها أحزاب ضل كم ما عارف عارف الليلة دين مؤتمر شعبي وقد انبسق المؤتمر الشعبي من المؤتمر الوطني وقد تبلور المؤتمر الوطني من الحركة الإسلامية وتمحورت من الإخوان المسلمين ديل كانوا واحد بيقول الآن قريب سبعة أنصار السنة كم صار السنة الآن خمسة جناحة بالزيد جناح المركز العام ديك ناس الإصلاح ديك ناس المركز العام ديك الجمعية والجمعية بيقى جمعيتان جناح صالح اللمين وجناح شنو كده الوابل الصيب الحبوب وبهناك صفوجية شغلت فرتقت وديك بهناك التحاد الدموقراطي بيقوا أربعتاشر قال أربعتاشر حزب وده الجامية ليه بكره الإمام والله أنا سميه إمام جوة نخرت أي أخو مسلم أو حزب أو أنصار سنة الإمام محمد أمان الجامي رحمه الله رحمه الله رحمه الله ليه مضعن فيه لأنه من أوائل العلماء الأكابر الكشف جماعة الإخوان المسلمين وكشف الضال السفيه المبتدأ سيد قطب نحن والله ما دارين أي حاجة من الناس لا دارين منك قروش لا دارين منك صفقة لا دارين منك قريش لا دارين منك تعريفة دارينك أنت تكون عبد لالله ما تكون عبد للشيخ في مشكلة؟ كلام ندفع مشكلة؟ ما في مشكلة يا ناس؟ دارينك تكون عبد لالله سجدته؟ لالله براه ركعته؟ لالله براه دعيت؟ يا الله مرة عشر سنة مويدة تدين الجنة وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِينَهُمْ صُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ الجبابيكا الصوفية بيقوا يمشوا للقضاء والمحاكم يقول الروب لأنه الشيخة لدي كتمتنا كتمت حامد بابكير الله كسروا مين زيرك ربنا طفشوا شيخ اللمين والشيكس بتاعه طفشوا مجهب الجيقة عرفتها؟ قلهم طفشوا بفضل الله عز وجل بلدي توحيد ماشي قدام بعشان سداني نمشي ربنا قال أن أقيموا الدينة ولا تتفرقوا فيه لأن إحنا حزب ولأن إحنا جماعين دا رئيس ولأن إحنا طايفة معينة ولا طريقة نحنا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنه مجمعين وأي طالب دفهموا أخونا في العقيدة والدعوة الإسلام وأي طالب بيقصوا في مدلقا ويدعو إلى الشرك وعبادة القبور والاستغاثة بالموتة والاستغاثة بالشيوف وغيره دا ما أخونا أبداً ونحنا دا رئيس والله للصغير قبل الكبير الخير وما حصل أبداً جينا قلنا جماعة دون حاجة ولا دا رئيس من ذو القروش دا رئيس نحزر الناس من الشر كلما السكر دا عدم أجلد صوفية ديل وأجلد الشرك وانشر التوحيد كلما البنزين تلقى صوف في الطرنبات معنات الصوفية دا نحنا قصرنا في جلدهم شوية يعني جلد طوالي والله العظيم جد كلما العيش العيش بيقات خفيفة خففوها جماعة بتاعنا الأفران معنات الصوفية دا ينجلد زيادة لأن الصوفية نشر الشرك وما في زنب أعظم من الشرك ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا 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 والشرك دا النشر الصوفية في البلد والكلام دا والذي لا رب سواه ما نخليه أبدا لأنه دا الحق ما في مجاملة في الدين أبدا ندعوك إلى كتاب والسنة لأن إحنا نزلين الانتخابات ولا دارينا نحكم البلد بعد عشرين سنة ولا بعد عشرين ثانية والله ما دارينا والله ندونا الحكومة الآن والله ما دارينا أبدا دارينا النادي توحيط ربنا النادي تعرف التوحيد تعرف حق الله على العبيد ما تمشي نيقبة ما تعبد وني ما تعبد شيخ ما تحلب بسيدك ما تحلب بغير الله انت كلامين ما تتوكل على غاره دا الدائرين وما دارين منكم أي حاجة ولا تتنظم معنا ولا نسجلك معنا ولا تحضر معنا المؤتمر الأول المؤتمر الأول للمؤتمر الشعبي ولا المؤتمر الثاني الجماعة صار سنجة عن المركز أو جنح الإصلاح ولا المؤتمر الرابع للحزب الابتحادي الأصل أو التقليد دارينا تتابع الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام دخلت سجن بنستغل دعوة طلعنا دعوة دار نستري بصل في محل البصل دعوة ركبنا الدفار بتاع المواصلات دعوة عرفتها كلامتها دا الدين يعني احنا نتمنى دون فرصة في التلفزيون دا ولا الرادي ولا أي حاجة عشان نوريهم الحاصل الموجة الحاصلين والله تدخم وده اقتار الدولار والاسترليني ركا لا 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 الحاصلة الصوفية دين نشروا الشرك شكدة العيش بجمار دا الحاصل لكن أنا جاهز تجيب ليه لزيرك تجيب حامد تجيب البرعي طيب ودي رسالة كلامنا دا بيصلهم ان شاء الله دي رسالة لس اربع وعشرين اس اتنين واربعين مية واربعة النيل الازرك الابيض الاحمر ام درمان عسين خوجلي كلهم نحنا جاهزين للصوفية هل انتو يا ناس القنوات مستعدين تجيبونا؟ هل انتو مستعدين لكلامنا؟ شرك الله ما بيغفروا اذا الزول مات عليهم ما بيغفروا ابدا زول يموت على الشرك الله ما يغفر له ابدا والجنة عليه حرام ومأواه النار ما يطلع منا ابدا بيقى يقيدوا الصوفية بيقى يقيدوا دعاة الشرك ليه لان صار السنة نحنا الان بالحصحيصة عطلوا لان المحاضرة بتاعت التوحيد كانت عن التصوف عطلوا لان صار السنة مساجد يبنوها يخلوها للصوفية مساجد يبنوها يخلوها للاخوان المسلمين التحارف حمد ببيكر يشتغل محاضراته اين في الجنينة؟ محاضرتين محاضرتين في مسجد جمعية الكتاب والصنة الخيرية مساجد قروب يجوى من المحسنين مليارات عشان يلعو بها الصوفية ويضيعوها اهل البدع ودعاة الشرك ودعاة الكفر والناس اللي بيقولوا وغير الله بيخلق وغير الله بالدجانة وغير الله بيعلم الله دماغش دماغش الناس يا اخوان مسلمين انا بكرر ليك الكلمة دي وانا بعني الناس المسكين الشغلة شيوخهم ودكاترتهم والله ورب السماء الناس ديال اخوان مسلمين ورب السماء ورب السماء ندعينهم كأن تتعاوم مع الاخوان المسلمين ضد الرافضة اقول هذا من حيث الفقه ممكن بعد ذاك ضربوا عليه واخواننا قال له سيدغطوا بكيف يا مجد يابا سوفيان مبتدى او لا مبتدى قال ما ببدعوا قال لك هجم هجم جلاب سيدغطوا بكيف قال ما ببدعوا دي اخرة فتاة والدكاتر ديال الحواري وبرمان حامد ودكتور خالد المميعين للاسلام المميعين للاسلام ونحن ماذا يوم يتكلم ويقول لك لا ما سجل لي لا سجل لي وصورني وانشر الكلام دا مميعين للدين مميعين للإسلام والله مميعين للدين وللإسلام ولا تعوى السلفية وهذه الوسائق التي لا تقبل الجذل ولا المناسب جاي طين فيسبوك وخلاص العزبجية انتهوا والرأس متقطع ما عندنا رأس اي زول فينا رأس لكن الحزبيين اي زول حزبي هو ضنب ولا ما يهو ما شفت مواقفين صف في المركز العام والله المرتب ماجا المحصن أم ماتت والله في دعوة هنا لا في محصن لا في حاجة تبيع جرجير هنا دا وتجي تشتغل دعوة وده دارس ليك تاني كمان إنك ما تتعلق ليك براجل لا مزمن له بكر لا شهاب لا ما تبدو إلى غيره اتعلق بالرسوس على سلام التصوف دين الكفر داير تكون تمام لا تبقى صوفي لا تبقى تجاني لا سماني لا أنصاري لا حزب أمة لا أنصار سنة لا اتحاد ديمقراطي لا شيوعي لا مؤتمر شعبي لا مؤتمر وطني لا أخوان مسلمين جناح الإصلاح لا أخوان مسلمين جناح الحبر لا أخوان مسلمين التنظيم العام لا أخوان مسلمين جناح مجاكوا كن مع الكتاب والصن إنتقى نحن مشاكلين في شنو ما مشاكلين مع ناس الخنجر في الواطة في الطين سرقوا مننا طين ولا في شيكات ولا في حلاوة مولد نحن مشاكلين مع الناس زين في إن الله واحد ده قال الله كتار إحنا قلنا واحد ده الموضوع دي المشكلة هنا العوة في الحتة دي الشيوعين خرجت منهم حق والحق الواحد بيقى حقين وعشنا وشفنا بيقى حركة القوة الديمقراطية الجديدة وحركة القوة الديمقراطية الحديثة ده أكبر شيوعي في الدنيا قالوا بهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله نحن شغالين قلنا الله في جو عينك بحريتك دي دارينا ناخشك بالحرية حرية إنه أي زولي ماري شنو يا جماعة حرية أنا دار أعمل ديقين حر حر دار أجتع بانطلوني حر حرفته دار أنغيب مرتي أختي حر دار أجينا أجغمك يا شوية حر حرية نحن أول حاجة دار نثبتها إنه ناس الجواء الديمقراطية اللي هم الشيوعين بينكر وجود الله الكلام اللي بيقولوا إنه ما بناقوله ما بناقول ده كذب كذب بينكر وجود الله بالوسائق والله لا شو عين اللي يعملوا حفلة أجيب خديجة جردل أجيب حوا سفنجات أجيب خطنة زلابية على كيفك شغل ده شغل علمي كتب وسائق هذا الكتاب كشف الأسراء تأليف كما هو وقته على الغلاف روح الله الخميني وهذا هو الخميني الكافر العدادة كله ليه؟ لأنه قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا بالدعوة الوحيدة البعادوة جماعة التبليغ عندها ستة مراكز داخل تل أبيب داخل إسرائيل زلا الصوفية بيخشوا كده ليه ألمانيا وبجيبوا اليورو ولا فصالح داك مين ألمانيا يبنو بيو هنا حاجات في السوق الشعب الخرطوم ما بيزول البعادوة في الدعوة البعادوة الناس الوحيدة ليه؟ لأنه قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا قال له سلم يا ولد القلب البيت ولد وبعد في ناس بيدافع عنه وما بيدافع عن ربنا سبحانه وتعالى دا يكون دا يكون زول كيف؟ زول صالح زول ما يغضب لله يغضب للبراء الزول البيحب الله حب شديد دا البي يغضب من كلام الصوفية وكلام البراء يغضب لله سبحانه وتعالى والزول المجرم والمشرك والمشرك والزول الضال المحتال دا البي يغضب لشيوغه دون الله سبحانه وتعالى يا ناس ما تخافوا الله نحن والله يدار لكم الخير ده الحق ده الحق ما دار الخير ده تجيب شيخه ده يوم المونة تعرف يوم المونة؟ ويوم السعد ومين ها السعدي؟ نحن متكفلين بإيجار القاعة ولو كانت قاعة الصداقة عرفت كلامي؟ ان شاء الله بيخمسين مليون ان شاء الله نبيع بناطلين نديل وموبايلاتنا متكفلين بات تب؟ هاي بس ما؟ بس انت انت جيب له الشيخ بتاعك الشيخ الكبير ابجاكوما يجي عشان ننتهي من القضية اي كلام شبها ان شاء الله وبإذن من الله جبتها لابن تيمية لابن كسير لابن الغيم الحمد لله جوابه قاعد في انت كلامي؟ وتنجغم جغم من امك ولدتك ما سمعت به ندين التصوف اما الشبهات البلقوة دي فهي كما قال الله تعالى وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق ما يقدر ابدا عشان كده اي مناظر الان قاعدين يزوغوا والبزبت فيها الحمد الله رب العالمين ربنا بيكسرهم فيها ويصر الله الحق بكلماته سبحانه وتعالى انا بديك تلاتة جمل تلاتة جمل الكيزان تلك حضارات سادت ثم بادت ثم حاضت قريبتك ألمين موضوع منتق والدعوة دي ما حقتي انا زول واحد منكم ممكن اضي البكرة ممكن انصالح داشي بيد ربنا والقلوب بين اصبعين من اصاب الرحمن ولا يجوز الدعوة تعلق بشخص دي دعوة الله لو كانت دعوة شخص ما كانت قوية القوة دي العالم كله بيخاف منها نتحدى اي تنظيم في العالم من صوفيتي جاني سماني قادري ركيني وانت ماشي كده لحد الحزب الشيوعي السوفيتي ذاته عرفت كلامي؟ الدعوة دي ما يقدر ويقيفه قدام ابدا لا بعشرة جنيه لا بساون سيستيم قال الشعبين اتصلوا على صاحب الساون يا تنزل الساون يا بنكسروا ليه رسالة لبتاعة الساون اذا كسروه من قديك سعره كاش انتهى رسالة الى الطلاب اثبتوا دفاعا على الله ورسول الله صلى الله رسالة الى الشعبين جربوا جربوا والله تميض ضنبك نقطع ونقطع حاجات تانية واضنينك يا شعب يا بليد ها كده 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 ركلا تكبير يا اخوانا فانت جيب شيخك سنوسي يا علم جرة جناح مجكو نجغم اليك هنا بفضل الله عز وجل عرفت كلامي؟ يعني ما قعد نلعب رابطة نلعب فوق الدور الممتاز فوق جيب شيوخك موافقين تب موافقين تب جيب شيوخك هنا هسة دي ولا بكرة ذاته كلام دا تبلغوا الهلك بل لسانة طيب بل حكمة بالصبر عليهم حبوب امك اخواتك حبوبتك خالاتك عماتك اولاد جيران غيره تبدأ وانذر عشرتك الاقربين وتشوفوا البلد دي لو ما صلحت بلد دي ما بصلح مظاهرات البلد دي بصلح توحيد توحيد واستغرب يقوم مظاهرة في البصل اذ عدم في السوق وما في واحد يقوم في مظاهرة والمظاهرة حرام لكن ما في واحد يقوم مظاهرة لما واحد يقول انا الجليس على العرش لما واحد يقول انا الله من الصفية وبالله انا يخلق الخلق وافنيه معنا نقل بوزعه حق الله قال بوزعه الصفية ده في الاعلام الاعلام الذي صانع هؤلاء اللئام والله يا ناس يا طلبة ويا اخوان يا افاضل المناهج الان المنتشرة دي بتاع تصوفية تجانية سمانية قادرية ختمية مؤتمر شعبي وطني كل المناهج اللافتي مناهج باطلة سوى كانوا مؤتمر طلاب مستقلين او كانوا جوادوا غراطين شعوين او كانوا بعصين او كانوا ناصرين او كل ناصريان او كانوا حركة شعبية اي اناف او كانوا ام اس اف او كانوا يو دي اي اف او كانوا يو بي اف ولا الاف اف اف كتينا دي وما زلنا بنكرر نتحدىهم كلهم كت النازة الزعلانين دايلي الطريقة التجانية السمانية الختمية القادرية وغيرهم كلهم من التحدى ده كتابة الختمية اسمه النور البراه الصفحة مية اربعا وعشرين قال هذه القصيدة الشطحية. عامل فيها معنا. قال الخليفة احمد بن بدريس. يا جام رماد. قال شنو. انا الامام المبين العالم العلم. العقل. النزيه. الشبيه. الشامخ العالي. السيد. السند. الطوض. الذي سجدت ملائك الملك الاعلى لا الاهلاله. والله كل ما يعادون الناس. ومحاكم. وبلاغات. وقضايا. حس بكري عندنا معكم. والصوفية بيقوا ما عندهم اي حجة. ولا اي دليل. لما ننجغموا بفضل الله. وانفضحوا. واتكسروا. بفضل الله. بيقى تشغل شنو? محاكم. زي ما قال المسأل السوداني. ضربني. وبكى. وسبغني. واشتكى. دل بيقى الحالة بتاعة صوفية الليلة. صوفية قالوا الروب. والاحزاب كلهم ما صوفية براهم. كلهم قالوا الروب. كلهم. شعبينا اتباع الترابي. الحمد الله رب العالمين. ربنا كشفهم للناس. وما دخلوا مناظر مع اخوان نديل. في جامعة ولا في غيره. الا انجغموا بفضل الله عز وجل. وامس كل الاحزاب. كله شوعيين. احضروا الاركام بتاعت اخوان نديل في اليوتيوب. اي زول بجاسف بخش بترديد. دي الدعوة. والله دي دعوة الله نتحدى بيها جميع عباد الله. دي الدعوة. دي الدعوة. اي حزي ما مصدق كلامنا ده. اللي جري. فده الغايز الجرائي. انت قال الغايز من شنو? الغايز من الدعوة ذكت حصون اي مبتدع لا في بالوطن. بفضل الله. ما بحولنا ولا بقوتنا. دي قوة السنة يا جماعة. وما في نبي من الانبياء او رسول من الرسل. عادوه قوموا. الا لانه دعا الى التوحيد. ونهى عن الشرك. الاساس هو التوحيد. والدعوة اليه. العداء كان هنا. كل العداء. لكن شوف باختصار شديد. الشرك اخطر جريمة. بسبب الشرك اللي بيدخل الانسان النار خالدا مخلدا. الشرك اللي بيجيبوش يغطرك الصوفي. انتهى الراكب فوق. في زول بيعلم الغيب غير الله? لا. صاحب الكتاب ده قال. الا يا رجال الغيب. انتم حصوننا هده. فحاشا وحاشا ان تضيع عيالكم. وانتم عيال الله. والامر امره. كلام ده كفر ولا ما كفر? كفر. ده كتاب البرعي. وده كلام البرعي. والخنجر طبعا حريف جدا. لقى جماعة دي الحمامي. لقى يطقل بهم. كل ما اجيبه في التلفزيون لمناقشة قضية في التوحيد. او نشر الى الكفر والشرك. القاعدين شروا الخنجر الصوفي. وقلهم بس ودى البلا. عليكم الله يجيبوا ودى البلا. كل مرة. انت ما اتجربنا شوية عشان نطرشك التلفزيون ده. والله تاني بإذن الله ما تجي في التلفزيون ولا في الراديو ولا تجي سوق الخدار. ما شفت عمك اللي كان شغال بجاي طبش ولا ما طبش. بفضل الله جل وعلا. والله انا لو مسافر لكوكب زحل. وسمعت ان الخنجر ده جاء التلفزيون بنزل ببراشوت او هليكوبتر. في راس التلفزيون وراس الخنجر ذاته. جوه جوه التلفزيون. بترى الكلام بديك. كتب دي كله القراءة دي واحد قال ان السعودين قالوا واحد قال ان المولد واحد قال محمد عبدالوهاب قال كفار وقال داعش لكتب ناس صوفية ردين عليها. ده ده ظلم منك كذب. انا بقرأ كتبك الالف تبيض. كلامنا في الناس دي لان ربنا قال وكذلك نفصل الايات القرآن والسنة ليه? ليه ربنا فصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. لازم الناس لتعرف الحق ان الصوفية على باطل. والصوفية نشر الكفر. دي ضيفة معاك في البلاق. نشر الشرك. نشر عبادة القبور. نشر عبادة الموتى. نشر عبادة غير الله. من قناة النيل الازرق والدى الشيخ الكباشي قال ابوي الشيخ. ان قال للشيكون فيكون. المزيع قال الله يوضع صحيح. ان كتلونا. والحق ده وصل لنا الناس. نحن فايزين. الحمد لله رب العالمين. نحن بس همنا المعلومة تصل للعالم. كله. ان الصوفية ديه على ضلال. ونشر الشرك. ونشر عبادة غير الله. ونشروا الكفر. ونشروا مخالفة القرآن. وحاربوا الله. وحاربوا رسول الله. نحن بنقول الله قال والرسول صلى الله عليه سلم قال. والسلف الصالح قالوا. وبنركب نتخارج بيتنا والله ما عندنا قضية معيزة. ولا عندنا رئيس. ولا عندنا سكرتير عام. ولا رئيس الحزك. ولا رئيس المؤتمر. نحن يا اخي افراد التقينا على القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. بس ده الموضوع يقول له. اما الاباضية. بيقولوا بخلق القرآن. وده كفر بالله. كما ذكر الامام احمد بن الحنبل رحمه الله تعالى. ويقول في الخوارج وهو عبد الله بن اباض. يقول فهذا خبر الخوارج. نشهد الله والملائكة ان لمن عاداهم اعداء. وان لما لمن والاهم اولياء. ده دي الصوفية. كم طريقة? في تجانية. في قادرية. في ختمية. في سمانية. والسمانية في جناح الفاتحة قريب الله. في قطريقتين. السمانية الباقين كم? القادرية ابن الجعل. مين كدباس. الجيل. وا. صادقاب. غيره. كم? من الفرق الامة هنا. ده لا الفرق له. بعدان اي كوز ده ريكوريك من برة. والله. الله خلق السمان دي. ان تخشات هنا. تتنجم بالكتاب والسلم. ربنا عز وجل قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمان. ان الله هو الرزاق دل قوة المتين. ده لخوارج. خوارج ده باختصار شديد. منهجهم. يوم منهج الاخوان المسلمين الليلة. ناس سيدغوطوا. وما تفرع منهم من تنظيم القاعدة. عرفت كلامي. ومن داعش ومن غيره. والناس التابعين لهم. الناس التابعين لسيدغوطوا ثمه ما شيته. شوف. ما يجزل غشك. يقول لك ديال بيشبه ربنا. كذابين. نحن بنقول كما قال الله تعالى. ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. نحن بنقول زي ما قال الله سلم فليكن اول ما تدعون اليه. الى يوحد الله. ده اول حاجة في الدين. فاي رسول ده اول حاجة لتقريب التوحيد. ومحاربة الشرك. ربنا قال واذ قال لقمان لابنه هو يعزه. يا بنية لا تشرك بالله. ان الشرك لظلم عظيم. فده اول واجب. تدعو اول حاجة للتوحيد. ومحاربة الشرك في عبادة الله عز وجل. جاهز اي مكان اي زمان لمناظرة اي طاغوت. ده لناظرنا في الكلام ده. والحمد لله الحمد لله. اي واحد من مشايخ الجماعة دي الكبار ناظرنا في التلفزيون انجغم بفضل الله عز وجل. في في الحلقات انجغم بفضل الله عز وجل. في الجانعات في كل الساحات انجغم. مش لا معنا قوية. لكن ما نحمله من الكتاب ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو القوي. الشرك تقول ده الله والاله. لكن فلان ده برضو ندعو مع الله. نستغز بهو. نتوكل عليهو. نحلف بهو. نستعين بهو. بما لا يقدر عليه لله. الشركة يا ناس. في شيخ في بشر. بقلب لي بيت ولد. اهو ده لا انا سمعت له. وقاله في الجامعة. بقلب لي بيت ولد قال. وقال مستعيد اناظر. جينا قام هرب. تناظر كنو انت. وده اعظم جريمة تنكر الان. اعظم جريمة. وشوف دعاة غير الدعاة الشغالي في الحلقات والتوحيد. دنكر هذا الامر ما في. برو فلان برو فلان ما ترجى منهم خير الا من رعيم الله. عبارة عن شهادات وجلاليب عمائم كما قال الشيخ مقبل هي عمائم على بهايم. لا فين. من عمارة لعمارة من دب الكبير لدب الكبير لنسجم رماد لسجم رماد. ما في زول. يقول الحق. زول تلقى عنده دكتوراه في التوحيد. غالبه. يقول ان الشغل ده حرام. يقل يقول غلط. قول ما ينبغي. حلاز من اول. قول. ما يقول. ما يقول. ما يقول. والبراهين يقول لك. من هم مجاهر. منهم علم بالغيب. باطن وظاهر. اما نزال هاشن ده المصب. يا ناس ازول ده ما فيه. ما عنده دعوة. كلك هاي لكن مزكة. ولا عنده كلام واضح بالشرك والمشركين والصوفية اللافين دهين. مع انه مزك. فقد زكاه ربيع. فاذا كان زكاه ربيع فلا يتتكلم فيه ولا تطعن فيه. كلام ده من ابتل الباطل. تكلامي من ابتل الباطل. حلاز? ليه? لانه الشيخ ربيع عالم وامام لكنه ليس بمعصوم. كلام ده لو ما عرفته انت لسه ما عرفت السلفية. لو ادعيت العصمة لشيخ او لصحابي دعت للعصمة انت لسه ما عرفت السلفية. خلي شيخ. وانه لو زكاه فلا يتكلم فيه ابدا انت اجهل خلق الله. افهم المعلومة دي كويت. ودي معلومة تغضب والله. وده من العصبية البغيضة ومن الحزبية ذاتها. ده قال الحزبية اللي تبقى تابع الانصار السنة او جمعية الكتاب والسنة او كل الجبرة. لا. في حزبية تانية برضو زي دي. قولك ده زكاف الان خلاص. يسكت عنه. انت عارف الكلام ده يعني انت عارف كلام ده ما قاله شو في النهاية يعني. يعني زكاف الان ازول دك بمعصوب ما بيخطي تانية. كده ما تردوا عليه. لانه اصلا ما بيخطي. لانه العصب الان زكاهم. ما زفاهم. فاسو الصوبية قاله مشو امريكا. وباما دعاهم. مبسوط منه وباما خالص. وبعد ده يقول لنا انتو ادبع مستر هنفر. حس دعليك الله ما يجرام. حس ادبع مستر هنفر منه. عس ان احنا اوباما مبسوط من انا. يقدر نادين اوباما. منو ادبع مستر هنفر اينا. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري. نعم رجل واحد الله يهدي بك. ما شرط انك تكون مكمل الدين كله. او عالم اكبر عالم على وجه الارض. ما شرط عشان تبلغ الدين والتوحيد. لانه النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو. اه يا واحدة بس. وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرك. كلامة سمحدودة بلغوا في السوق. بلغوا في البيت. بلغوا في الجامعة. بلغوا في المسجد في الجامعة. بلغوا في مكان التجارة. في مكان العمل. في كل مكان. بلغوا الكلام. ربنا بيرفاعكم وبرزقكم. يبقى جماعة في اولياء. لكن ما بنعبدهم. ما بندوق ما بندعوهم من دون الله. نقول يا شيخ فلان تنجدنا وتبزعنا وتنزلنا المطر. ده شرك بي الله. وده غلط كبير ما في غلط اكبر منه. ولا في زنب اكبر منه. ما تابع لك جماعة. لانصر سنة لانصر مهدي لغير. تابع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الا هل بلغت? الا هل بلغت? الا. فليبلغ الشاهد منكم الغائبان. حرام تبقى من الاخوار المسلمين. مؤتمر شعبي. وطن. حرام تبقى شيعي. انصر سنة. حرام تبقى تجاني. سماني. ختمي. كل حرام. لانه ربنا قال ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم. وكانوا شيعة. كل حزب بما لديهم فريحون. انت كميل في الصلاة قلت اياك نعبد. وياك نستعين. وفي نهاية بيبكوا في الآيات دي بالصلاة. كاف يستعين بغير الله. كاف يدعو غير الله. كاف يعبد غير الله. تعقنا تنيل الازرك. حول للبريق. والان معنا ابونا الشيخ العارب بالله. سجم ابن رمات. اهه. رايت شنو في الموضوع ده? والله الاولية طبعا بيعلم الغيب. انو الله زاد في الكتاب قال بيعلم الغيب. يا تكتاب. لا لا قال في الكتاب. يا دي يا تكتاب. لا في الكتاب جوة. يا تودا. يا تكتاب. يا تكتاب. يجيب واحد صافي. دابو دي كيسمه من لباب الفضل. جابها في التلفزون. قال لا رايك شنو في تعدد الزوجات. اه يا دكتور. رايك شنو تعدد الزوجات. قالت بري ما بدوره. في فتوى بتبدأ ببري. بري. مدى بتعجريدة لانت جعله من رجال البخاري. قال ديل اكثر حضور على مستوى الجامعات. وعلى مستوى المنابر السودانية. وعلى مستوى اليوتيوب. والانترنت قال دي اقوى دعوة بيحضروا لنا. والله الذي لا الهي. والحق ما شهدت به الاعداء. ونحن ما همنا في الكتر كتير. لكن ما له لو كل الناس اهتدوا يا سلام. دي اطيب حاجة. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر شنو? النعم. فلكن المنتمع المنتمع وسائل الاعلام نبضح هاجم خجوم شديد جدا. وسائل الاعلام الا ما رحم لنا كسلفيين ابواب على مصرعيها. بينما بتفتح لباقي الطرق صوفية واخوان مسلمين وغيرهم اكتر من الصباح مية وتسعة. وانا بجرم المصادر. وانا مسؤول من المصادر دي امام الله اولا. ثم امام اي مخلوق الوطن. مريدي لا تخشى من امر تخافه. اذا قلت يا حسن احسن المرغني اتيت بسرعتي. يقول لنا ديني. وخلي الله. وربنا قال وان المساجد لله. فلا تدعوا مع الله احدا. ربنا سبحانه تعالى قال والذين تدعون من دونه. ما يملكون من قطمين. قعدين هنا بس. توحيد. توحيد. وضدك لحد ما هو القيمة تقوم. وضد الصوفية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وان الله لمع المحسنين.